مساء الخير كنت عايز اكلمكم النهاردة عن ديق القناة العصبية زي ما احنا شايفين الدائرة دي دي عبارة عن القناة العصبية القدام بيبقى فيه الغضريف من ورا بيبقى فيه الاربطة ومن الجنبين بيبقى عندي مفاصل الفكرات طيب ايه هو ديق القناة العصبية وبيحصل ازاي؟ ديق القناة العصبية بيحصل اما حاجة من اللي حاولين القناة دول سواء الغضريف سواء الاربطة سواء المفاصل اللي عليك جنبين يحصل لهم ان هما يحصل فيه مرتهاب او يحصل فيه نزلات غضروفي او الاربطة تبتدي ان هي تدخن كل الحاجات دي بتضيق القناة اللي هي في النص دي طيب ايه فايدة القناة العصبية دي؟ القناة دي اللي بيمشي فيها الدم والاعصاب السائل النخاعي كل ده طيب اما القناة دي الدي ايه اللي يحصل؟ اما القناة دي الدي اكتر حاجة هتأثر عليها الدم اللي رايح للاعصاب فاما الدم اللي رايح للاعصاب اللي ماشي في القناة ده هيتخنق لان القناة ده يبتدي ما يروحش دم كفاية للاعصاب وما ما يروحش دم كفاية الاعصاب يبتدي ان العصاب مش قادرة تحرك العضلات طيب انا بحسها عبارة عن ايه؟ دي القناة العصبية من اشهر الاعراض اللي المريض يشتكي بيقولك انا حاسس بتقل في رجلي اجي امشي احسس ان كياس رمل في رجلي او يجيلي تشنجات او كرامبات في رجلي كل ده بيقولي ان الشخص ده عنده دي القناة العصبية طيب ايه دور علاج الالم التدخلي لعلاج دي القناة العصبية؟ علاج الالم التدخلي ليه طبعا كزا حاجة ممكن تتعمل دي القناة العصبية اولا ممكن اشتغل على الاسباب يعني انه مثلا لو دي القناة العصبية سبب انزلقات غضروفية ممكن اشتغل على الانزلقات الغضروفية سواء اعمله كي سواء اعمله تحفيز لو سب دي القناة العصبية ان الاربطة. بتات انها تدخل ممكن اكل من الاربطة اخذ من الاربطة. لو سبب ديق القنة العصبية المفاصل يبقى ممكن ان انا اعمل كي للمفاصل او تبريد للمفاصل. كل ده ممكن ان انا اعمله ديق القنة العصبية. فاولا لازم اعرف سبب ايه ديق القنة العصبية. في بعض الناس بي عندهم بكل العوامل المجتمع. ممكن كمان اعمل اه منزار ازابة التساقات من اخر القنة العصبية. بحيث انا ادوب شوية التساقات الموجودين جوه القنة. كل ده يساعد ان انا اوسع القنة العصبية من غير فتح جراحي. من غير عملية جراحية. اه طبعا كل الاجراءات التدخلية بالنسبة للديق القنة العصبية بتبقى من غير فتح جراحي. اه المريض بيروح في نفس اليوم. اه تاني يوم يقدر يمارس عمله تماما من غير اي حاجة. اه ده الاختلاف عنها عن الجراحي. يعني مبقاش فيها فتح جراحي. اه اه اتمنى ان تكونوا استفدتوا عن دقيق القنة العصبية. لالا الالم. استمتع بالحياة. خلوا بالكم الوسطة. شكرا.